وقبيل صدور بلاغ وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي حارصت الدوائر التعليمية باقليم قليمهم على تكسيف عمليات التحسيس داخل الأوساط المدرسية بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر مبادرات تسعى إلى توعية المتعلمين بطرق وسائل الوقاية من انتشار هذا الفيروس عمليات نهمت تلاميذ الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية بإحدى الثانويات الإعدادية بمدينة بوزكار نقربنا منها أكثر روبرتاج حافظ محضار غالي القارحي وجمال الخصاص من ثانوية محمد الشيخ الإعدادية بمدينة بوزكار تتواصل أطوار الحملة التوعوية التي تنخرط فيها الدوائر التعليمية ضد انتشار وباء كورونا المستجد وقبالة المرافق الصحية للمؤسسة حصة تطبيقية تلقن التلميذات والتلاميذ طرق الحماية عبر تبني سلوكات بسيطة تتجسد في حسن تنظيف الأياد كإحدى أنجع وسائل الوقاية من تفشي هذا الفيروس نقربنا بصابون مزيان ونقربنا بصابون مرفقين من بعد كلينيكس نسحبه ونقربنا وداخل الفصول الدراسية لقاءات مباشرة هنا مع تلميذات وتلاميذ الأقسام الداخلية ومراكز الفرصة الثانية تقدم عروض النظرية هنا تقرب هؤلاء المتعلمين من طبيعة هذا الوباء وطرق انتشاره مع التركيز على قواعد الحماية والوقاية خاصة داخل الوسط المدرسي عملية تنضاف لسلسلة من المبادرات التحسيسية التي همت مختلف المؤسسات التعليمية بجهة كليمي مؤدنون تؤثرها اللجنة الجهوية لليقظة والوقاية كتقوم هاد اللجنة الجهوية لليقظة والوقاية من فيروس كورونا بحملة تحسيسية انطلقات بعدة مؤسسات على مستوى الجهة وكذلك بلقاءات اقليمية بالمديرية الاقليمية لديل التعليم اللي التقنا فيها مع مؤطري الأندية الصحية والمنتمون أو الليزاديرون ديال الأندية الصحية من أجل تحسيسهم باش يقوموهم بحملة تحسيسية بدورهم في المؤسسات وهذا الأسبوع كذلك انتقلنا للأقصام الداخلية على اعتبار أن التلاميذ اللي كيسكنو بالأقصام الداخلية هما أكثر ربما أكثر هاشاشة أكثر عرضة على اعتبار أنها تجمعات قارة هذا إلى جانب أن الأكاديمية قامت بإنجاز مجموعة من الملسقات وكذلك مجموعة من المطويات إضافة إلى مجموعة من الوصالات التي تم نشرها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك عروض قدمت على مستوى الأندية الصحية والأندي البيئية ومختلف الأندية التربوية عمليات التوعية بوباء كورونا تأمل المساهمة في تحسيس هذه الفئة من التلاميذ بأخطار هذا الفيروس الذي تفشى بعديد بلدان العالم والرفع من منسوب الوعي لدى الجميع بأهمية بعض السلوكيات الإيجابية في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي